أَيَا عَبْدُكَ مِيَرَاكَ اللَّهَ عَاصِيًا حَرِيصًا عَلَى الدُّنْيَا وَلِلْمَوْتِ نَاسِيًا أَيَا عَبْدُكَ مِيَرَاكَ اللَّهَ عَاصِيًا حَرِيصًا عَلَى الدُّنْيَا وَلِلْمَوْتِ نَاسِيًا أَنَسِيْتَ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّحْذَ وَالثَّرَى وَيَوْمًا عَبُوسًا تَشِيبُ مِنْهُ النَّوَاصِيًا لو أن المرأة لم يلبس ديابا من الدقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو دامت الدنيا لأثلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نغيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي تعفو الملوك حين النزول بساحتهم كيف النزول بساحتهم تعفو الملوك حين النزول بساحتهم كيف النزول بساحت الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه سترى القبيح وجاذب الإحسان وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي تعفو وتصبح للعبيد الجاني يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطول عمري فإني فاني أنا إن بكيت فلم ألام على البكى فلطالما استبرقت في الأصياني أنا إن بكيت فلن ألام على البكى فلطالما استبرقت في الأصياني يا واحدا في ملكه ما لم فاني يا من إذا قلت يا مولى يا لبان يا من إذا قلت يا مولى يا لباني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني يا الله يا من إذا قلت يا راح